محمد صلاح مش انت محمد صلاح بتاعنا محمد صلاح بتاعنا كلنا مش انت محمد صلاح بيمر بمرحلة خطيرة بتقولي خطيرة دي يا عمد محمد صلاح مكسر الدني نائد شامس دي ممكن يخسره دوري بيهرب هداف الدوري يجيز ممكن تهرب منه لسون خسران نهاية أفراقيا في آخر لحظة خسران تصفات كلاس العالم في آخر لحظة فممكن الموسم العظيم لصلاح يتحول لموسم ضلمة ايه المطلوب مننا في الوقت ده انا كنت بقول في الاول لا ده وقتنا بقى مع محمد صلاح محمد صلاح اللي فرحنا كتير قوي ده ده وقتنا بقى انه محدش يكتب بقى التويتات اللي ايه انت تستاه انت ما عملتها انت مش عارف انت يا ربي الحاجات اللي اتدايق دي ده وقت الدعمة بتاع محمد صلاح ده رأيي مش عايف رأيك ايه انا شايفها ان كانت ضلمت في نقطتين فالباقي كله نور وبالنسبة للنطلطين النهائي افراقية ومورة السناغال ضلمت مش هنتحك على بعض يعني كلنا اتدايقنا لكن خلاص نقطة من اول السطح محمد صلاح محتاج دعم الناس كلها مننا يعني مفيش مجالنا كتول بتحب يعني ده راجل يعني مش فخر مفوت رأينا برى المناقشة دي يعني خلاص عدنا المرحلة دي فمحمد صلاح محتاج كل الدعم وارد جدا جدا النهائي يخلص لصلاحهم والستي يتعصر بشكل او باخر في اي مباراة وياخد الهداف فالدنيا الضلمة دي تتحول لنور وطاقة قدر وده اللي احنا نتمنهوله طب حتى لو حصل العكس الدعمه كتير لسه يعمله هو برضو حمد صلى الله خد شامس لي وخد الدور الانجليزي وخد احسن هداف مره مين فيعني خلاص احنا محتاجين لصلاح كل الدعم بشكل او باخر سواء وفك او عدم يعني لم يوفك بالمناسبة يعني فانا حطت النقطتين لكن انا رجل بحب التفاول ورجل متفايل جدا ان هو يقدر من التلات بطولات اللي جايين ياخد بطولتين او لقب وبطولتين عنده كاسف الاتحاد وعنده دور الابطال اوروبا وعنده دور الانجليزي وعنده لقب الهداف يعني قادر قادر ان هو ياخد منه بشكل او باخر وبعدين رصيد محمد صلاح الكبير جدا 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 اللي خلينا نتشرف دلوقتي في اي حتة ان المصريين ومصر والاسامي دي يعني يا جماعة احنا بينا على الخريطة في الكورة في ناس كتيرة احنا عايشين من احنا شفنا الكورة المصريين اللي موجودين في اوروبا من زمان فزمان لما كان عندها لعب مصري كلهم لعبة كبيرة ولها احترام وتاريخ عظيم يلعب دور تمهيدي في دورة ابطال اوروبا ده كان انجاز الانجازات لو جاب جولف اي دوري اوروبي ده حاجة اعظم احنا بذاتا بالنسبة لي كابتن هاني رمز طبعا فانك تدور على علاماتش الكابتن هاني رمز صورة والله العظيم او صورة بتعلقها ده لابس شرطة عليه مكتوب حاجة بالانجليزي بزاق انت متخيل كانت الطلعة الكبيرة بالنسبة لنا وميدو توتن هام وبعدنا عمر زاكي صح وغالي صح وشوئي يا جماعة ده الناس بتاعتنا بره بره شايفينهم في التنزيون عشان بيلعبه ايوه عشان نهارده فلان الفلان لعب عشر دقائق في المش اول فيديوهات تنزل لي قبل بقى المتخب الأولمبيو يظهر يا جماعة ده مصري هو ده راجل ده من عندنا من هنا ده الراجل ده نعرفه صح فالنهارده تخيل بقى كل ده بيتحول ان انت عندك محمد صلاح عندك لعب بينافس احنا بنزعى لما بيخدش بقى لندور افضل لاعب في العالم اللي هو انت بقى يعني انت حلمك انو كان يخش واحد من عندنا في قايمة مئة لاعب انت حلمك انو كان يلعب قدام ريال مدريد وبرشلونة يعني ان اني ما جاب جون في برشلونة يعني في برشلونة لما زيدان جاب جون في ريال مدريد بالمناسبة كنا يعني بنجيب لسه بنحكي ونتحكي حتى هايز اللحظة على جول إبراهيم حسن في ريال مدريد حتى هايز اللحظة ده دي قصة ثاني يعني لو اهم طلع كده خل بقى محمد صلاح ان احنا نقولك ميسيو كريستانو مين يا جواه احنا وصلنا لمرحلة دي اه عندنا العيب ينافس على بريمير ليج العيب بياخد هداف دولة انجليزة فاحنا طلعنا فعلا برا الموضوع ده